اشتركوا في القناة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وقلنا أن تمنى وردت في اللغة بمعاني منها تمنى بمعنى قرأة وتمنى بمعنى أحب وأراد وما دام اللفظ محتملا لمعنيين فلا يكون معنا هنا أولى من معنى إلا أن الشائع في كلمة تمني عند جمهور العربيين التمني بمعنى إرادة شيء محبوط لكن تمنى بمعنى قرأة ليست شائعة على الآزاب ولذلك تكون غريبة في حمل القرآن عليها حسان بن سابت قلنا أنه حينما رسى سيدنا عثمان ماذا قال التمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها وفاه حتم المقادرين إذن تمنى بمعنى قرأة فتفسر الآية على المعنى كما فسرنا فإذا فسرناها بمعنى قرأة هيدخل الشيطان في قراءة الرسول شيء ليس من القرآن نقول له ينقض هذا نقضا أوليا مبدئيا قول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الرسول ينزل عليه كتاب لكن النبي لا ينزل عليه كتاب بل يعمل بشرع من قبله إذن فمدام لتنين الرسول والنبي مشترك في إلقاء الشيطان يبقى لابد أن تكون الأمنية شيء آخر أدي واحدة الشيء الآخر أن تمنى التنين بمعنى أحبها نفسر المعنى كده إذا تمنى رسول الله أي قرأ القرآن الشيطان يترك القرآن لينفذ إلى آزان الناس ده هم قالوا كده لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يبقى معناها أن الشيطان لو لم يلقي العراقيل في سبيل السماع ويشك فيه كانوا الناس يؤمنوا وإلا لو كان القرآن ما يأثر شيء ما كانوا يقول لهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فإلقاء الشيطان في تلاوة رسول الله القرآن ماذا أرقى؟ قالوا ذا سحر وبعدين قال شعر وبعدين قالوا أي كهان وبعدين قالوا ذا كذب وافتراء وقالوا أساطير الأولين كل دي القاء في إيه؟ القاء في ما تلاوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أظل الأمر كذلك والناس فيهم أن نسحر والناس فيهم أن نفتر وأنهم كذبوا ولا نسخ الله هذا من الناس وبعد ذلك أوجدوا يؤمنون بالقرآن إذا صفت فطرتهم في استقبال القرآن إنما الذي يعكر الفطرة في سماع القرآن أنه يسمع القرآن وفي قلبه شيء آخر إنما لو صف قلبه من الشيء الآخر لأخذ القرآن طريقه إلى قلبه وإذا أشرب قلبه القرآن يبدأ بشيء بدليل أننا استنشدنا زمان بسيدنا عمر سيدنا عمر سمع القرآن وبعدين لما راح لخته وضربها ابتدأ قلبه يرق لماذا؟ إيه اللي خلى قلبه يرقي كده أم قال لك لأن فيه شيء زحزح العاطفة زحزحة عن العداوات إلى الحب لأنه لما شفته مضروبة كده والدم نزل من إيه؟ العاطفة الأخوة جدت فعاطفة الأخوة عملت إيه؟ صفت الطبح لما صفت الطبح سمع القرآن فتأسر بالقرآن فأسلم قال تلك إذن ألقى الشيطان فيه أمنيات أي فيه قراءة في القرآن اللي بيطلوه محمد يقول عليه الأشياء اللي تنفر الناس من إيه؟ منه طب وإذا كان المعنى الآخر إلا إذا تمنى أي أحب كل رسول يحبه وكذلك كل نبي يحب إيه؟ إن المنهج منهج الله الذي جاء به الرسول أو اتبعه النبي يسيطر ويسوس خركة الحياة في الناس لكن هل الشيطان يتركه؟ ولا يلقي العراقيل والعقبات في سبيل ذلك؟ يلقي العقبات بالشهوات وتزيين النفس وهو إلى أخر لكن أيظل الأمر كذلك؟ ولا حد يؤمن أبداً؟ أم قال لك ينسخ الله وما يلقي الشيطان؟ وبعدين يحكي إيه؟ ولكلمة ألقى لسعة ما تسمعها اعرف إن فيه عقبات والقينا بينهم العداوة والبغضاء إذا يعرف إن في إيه؟ عقبات بتوضع في إيه؟ في الطريق الذين قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر والله يجري على بشريته أشياء تثبت البشرية وبعد ذلك يجي الأشياء التي تثبت البشرية الله سبحانه وتعالى يمحو أثار البشريات منها عشان يبين لهم إن ربنا يصنع رسول الله على عينه حتى بشريته لما تهم بحاجه ربنا يتدخل يقول له لا دي ولاش ولذلك إنما أنا بشر بس لاحظوا إنه يوحى إليش فإن كتل بشرية الدين الشيء كده من زيكم ولذلك في النبي عليه الصلاة قلنا له قال إيه؟ ياردوا علي فأقول أنا لست كأحدكم ويؤخذوا مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم إذن الرسول صلاة بشر لكن يوحى إليه فيوحى إليه دي فيه عصمة صيناة إن جات البشرية تاخد حاجة العصمة الوحية تعدل ولذلك لما جوم نسأل إن الرسول سحر يقول لك يا سلا بقى الرسول يسحر ويستقصبعين محبين إذن رسول يسحر وبعدين طيب وحديث بقى بئر زروان وقال للعالي روح وطلع السحر وفي مشطن ومشاطة وجف نخل طلعة ذكر الله وطلعوه بتاعه حاجات زيدي طيب يقول لك إزاي عصول يسحر أم قال لك من تشلهمين البشرية ربنا بيد نعملها من تشل عبد الرسول لكن أتتركوا البشريات وحدها؟ لا في صيانة في قيومي على عيني معنى لتصنع على عيني يعني إن جد حاجة يعني كده نقول لها بلاش وإلا لو كان الخلق مرة كده ما يقولش على عيني يعني أنا قاعد إيه؟ بس يصلك كده كل ما تحصل حاجة عبد الله طيب السحر إيه إيه اللي ييجي فيه يعني أم قال لك لأن الكفارة كادوا لرسول الله كل أنواع الكيد استهزاء سبابة اضطهادة اضطهادة أعداءه يرمو عليه الفرد كده بتاع الدبيح ويأم طهد اضطهادة إيه كتير ومع ذلك انتصر دينه وبعدين تأمروا عليه بالله عشان يخرجوه من البن مش عارف ألا يقتلوه مش عارف وإذ يمكروا بك الذين إيه؟ كفر عشان إيه؟ يعملوا فيك اللي ينقامك وبعدين ربنا عمل فيهم وقال لهم كده قاعدين ومتربسين وفي الثاني قاعدين بسيوفهم ورح مطلعوا كده من بينهم وقال شاهة الوجود وطلع منهم قال لهم ولو بيتهم برضو ربنا حيب أبياء طيب دي الاستهزاء والإهانة وإهانة أصحابه دي عمل بشر واضح والتبييث عمل بشر برضو بس ايه؟ استتر خلاص كده إذ يبيتون مالا يرضى من الليه؟ برضو هاتبون يفضح تبييته بقى ممكنهمش في الأولى الجهرية ولا ممكنهمش في التبييت يوم يجي يقول طب هنخلي الجن هم اللي يشتغلوا واقع ما دام هو قافشنا كده هنخلي الجن اللي يشتغلوا الله يوم يجي يجي واحد من اللي بيسحرهم يسحر ويعمل وبعد ذلك أقتي الوحي اللي رسول الله يقول له السحر في بيئر زروان وفي الشعر على مشتن ومشاطة المشتن تعرفين هو المشاطة بتاعة الشعر ياخدوا من شعر النبي ويعملوا له عليه اللي نعم وبعد ذلك لما ينفيز السحر عابو نبي عايز بدي ايه؟ عايز بدي قلهم أنتم تكيدونه بنفسكم جهرا مش نفعة تكيدونه تبييتا مش نفعة هتجيبوا الجن برضو يعملوا له برضو مش نفعة يبقى جاي عشان يثبت ايه؟ ان عين الله ما بتدخل فإذا جاءت تايق من البشرية عشان رسول الله يبقى لها معنى ايه؟ ان الله لا يترك رسوله وإن كانت فيه بشرية ان البشرية حصل منها شيء ربنا يعمل ايه؟ فالجماعة اللي قالوا انه اذا تمنى قرأ القرآن جاء الشيطان وقى في قراءة الرسول بعض الآيات التي ليست من القرآن لكن اتركوا الله انتوا بنفسك وياللي قلتوا كده قلتوا ربنا عدله ربنا ايه؟ عدله يبقى على هذا المعنى اللي قالوا كده بدهم يوضحوا هذا المعنى وأن الله لا يترك بشرية الرسول ليطرأ عليها ما يطرأوا على البشر الايه؟ على البشر العاج ولكن انا اختار ان المعنيين يتمنى بمعنى قرأة يتمنى بمعنى ايه؟ بمعنى احبة وتنتهل ايه؟ مشكلة عشان تكتر من الناس عقولها متى التسح للمعنى الأخير لكنهم قالوه وبعد ذلك تبين ان ما فيش فيه حديث صحيح أبدا ما فيش فيه حديث صحيح وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا اتمنى ألقى الشيطان في امنيته بس خدوا بالكم من رسول ولا نبي دي في الرد النبي ما بينسلش عليه كتاب النبي مشترك في ايه؟ انه بيعمل بوحي الرسول اللي ايه؟ اللي قابل يبقى ما فيش كتاب عشان تقول ده ارى ومش عارفه ارى وتنتهى المسألة فينسك الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم ايه عليم بايه؟ بكل كيد للشيطان وحكيم في علاج هذا الكيد نعم ليه طب الحكاة دي؟ قالك لان المسألة لو ما جاتش كده ما نخضرش نختار ونختبر الناس حشان نعرف من الذي ينهض بعبء هذه الرسالة الا اذا كان ينفد من الفتن دي كله من اغواءات الشيطان ومن العراقيل ومش عارف ايه هو ده اللي يبقى اهل الحملمين عشان تبقوا كنتم خير امتك وخلجت للناس انت هتأمروا بالمعروف وتنهوا عن الايه؟ وتلمونكوا وتعملوا العملية دي فده لازم تكونوا ايه؟ الفتن لا تزعزعكم تمروا الفتن فتعزقون بالايه؟ بالفتن يبقى لازم يجيب فتن ابتلاءات واختبارات عشان يشوف من القوي في الإيمان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض اللي في قلوبه نفاك يترسم عليه شاعت بقوله سحر يقولك ايوه السحر مش عالي اي حاجة ما قول ايه؟ لانه في نفسه شيء بده ايه؟ يخدمه في قلوبه مرض يسمع الكلام دي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وفتنة المين كمان والقاسية قلوبهم اللي ما علهمش ايه؟ ليه؟ قساوة القلب تيجي من ايه؟ من ان القلب لم يتعود ان ينظر الى الجميل عليه في الكون خلقا وإيجادا ووى الى اخره وقلبه كده يساعت من يشوف ايه؟ يستريح كده وتبشر وشبيح كده وبتاع مش نازل الى من صلع له ما هو فيه انما لو كان كده ولذلك الولد الصغير لما يعود الحنان من الاب ولا الحنان من الام ومش عارف ايه؟ يأناسوا بيهم ومش عارف ايه بيه طب خلي واحدة تنية رب الولد مع ان امه موجودة داية الدادة اللي بيقولوا عليها دي وبعد ذلك شوفوا يبقى مع الدادة ولا مع الام؟ يبقى مع الدادة وتأم تتحيل عليه مع الدادة على الله ليه؟ يبقى إذا النظرة الى الجميل ترقق الايه؟ ترقق القلب فالقاسية قلوبهم لم ينظروا الى الجميل الذي هيهم في الكون استقبلهم الكون بكل انواع الكيل ومع ذلك ما ايه؟ ما التفتوش ايه؟ ما التفتوش ليه؟ والقاسية ايه؟ قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد الظالمين الشقاق الشقاق هو الخلاف ونقول ده في شاء وده 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 في شاء وشقاق ياريته هين لأن شقاق هالدنيا يهون يحصل شقاق بين الناس وبعضها على ايه؟ على امن من عرض الحياة ده شقاق هين انما الشقاق البعيد هو اللي يبقى أثره في ايه؟ أثره دائم وأثره فضيع هو ده الشقاق الايه؟ البعيد ادي بقى ليجعل ما يلقي الشيطان تتنى ادي علة علة ثانية وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك يتأكدك تأكيد واضح ده ان ده الايه؟ ليه؟ لانما الناس يعودوا وشوشوا على القرآن وانوا سحروا ومش عارفوا بعدين ربنا يفتل الكلام ده كله وبعدين يجي بقى اهل العلم العزيم ياخدوا الحقائب مقدمته وستجلالته ومش عارف ايه؟ يعرفوا انه قال ايه؟ ان الحق وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك ومدام علمه انه الحق من ربك وما زعتوش هذه الرياح الكاذبة يقول ايه؟ فيؤمنوا به مدام يعرفوا ان الحق يبقوا ايه؟ يأمنوا به فتخبت له قلوبهم تخبت يعني تخشع وتخضع وتستكين وان الله لهادي الذين امنوا الى صراق مستقيم هل انتهت هذه المسألة؟ بانتقال الرسول الى الرفيق الاعلى هل العملية دي بس الشيطان قاعد بس للرسول لوحده؟ قال لك لا هل سيقعد لامته كله؟ وكل من حمل منه رسالة وبعدين جابها الرسول كده والنبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة ماذا كده؟ او الانس يوحي بعضهم الى بعض زخروف القول وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعْلُوهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعْلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا إِيهِ وَبَرْضُهُ يَمَحْصَ وَلْيُمَحْصَ اللَّهُ وَلَّذِينَ يَمَحْصَ اللَّهُ وبعدين قال ايه؟ طيب بقى الشياطين يوحهم عشان ايه؟ اللي عنده ايمان ضعيف بيتلكك على اي حاجة ليه؟ لان فيه حاجات اسمها احتجاجاتهم تبريرية تبريرية يعني ايه؟ انت عايز تبرر ان غماس نفسك في الشهوة تقوم تعمل ايه؟ تقوم تقول له الكلام ده مش شيء صح ولذلك من حظ المسرفين على انفسهم اللي اتبعوا شهوات نفسهم والشياطين ان كلمة الدين تطلع كده ولا دين ولا قيامة ولا رب ولا حساب ليه؟ لانهم يتخوفون من ان تكون حقيقة يفروا منها ازاي تبقى حقيقة تبقى مصيبة سودي امال دي قال لا ما تسمعش الكلام دي ها اذا ميتنا وانا شماش معقول دي قال الله ليه؟ لانه بيبرر بده يبرر ايه؟ سلوكه مش عايزه وقع نفسه في ايه؟ في مصيبة يقوم يبعد المسألة دي ايه؟ المسألة دي عنه فقوم لما يسمع كلمة تبعد عن الدين يروح ما ايه؟ مش شعبت فيه والذلك الناس المسلفين على نفسهم دائما كل شبه تجنحة الدين يرددوها بقى ويتكلمهم ويعملهم مش عالف ايه وقال لك لا 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 الله ليه؟ نفسه هو ومراده ايه؟ ان الدين دي بقى مش ايه؟ ان الدين دي بقى مش ايه؟ مش صح ليه؟ علشان ما يورطش نفسه التوريطة ايه؟ الاخيرة اللي انها ايه؟ ولي زلك شوف مثلا يجي يقولك بقى حنتم انتو عملين تباحوا الدباع دي وتكلوه والميتة بنفسها ما تكلوهاش يقوم بقى اللي عنده بقى خاميرة شركة وخاميرة كفر يقول صحيح يا اخ يقوم هو يجيبولك هلال كده بقى اللي بيموته رب منه ما تكلوهش يقول لي انتو اتموتوه بايدكو تكلوه شوفوا يعني بيجيبوا حاجة عشان تدخل على مية نقول له لا احنا ما موتناش ولا قتلنا لان فيه فرق بين الموت وبين القتل وبين الزبح احنا زبحنا دي لان اللي خلاها وخلقنا قال كلو ده بيعليتوا لكم مش قتلناه لان القتل دي انتهتاد على واحد كده والقتل ده غير الموت غير الموت ربنا ما زبحوش كده قدامنا وبعدين قلنا له لا يا رب ما دام انت اللي زبحته مش هنأكله ده ما نأكل والموت غير لايه الزبح والزبح غير لايه غير القتل ليه؟ اما قالك لان القتل يختلف عن الزبح في الشيء او عن الموت في الشيء الاخر الموت ان تزهق الروح لتطرق الجسد بدون فسادة يقع في البنية مش ضربته على رأسه ومخه نزل ولا ضربته وصصه بقلبه وراح لا هو ايه؟ ما حدش قدم له وهو ما تكلم يبقى اسمه ماتة حدفة انفي انما واحد تضربه على رأسه وكده خبطه ينزل مخه ومات يبقى مات بعد نقض بنيته مات بعد ايه؟ نقض بنيته يبقى فيه فرق من الموت وبين ايه؟ القتل تنقض البنية اولا فتخرج الروح الموت تخرج الروح اولا فتنقض البنية خلاص كده؟ هات القرآن بقى وما محصل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افا امات او قتل؟ يبقى فيه موت وفيه ايه؟ يبقى الموت ان الروح تخرج اولا وبعدين بنية الجسم كلها تبعدل خلاص؟ تبقى رمه وتأطراب لكن القتل نقتل البنية الاول نهديها وبعدين الروح تخرج منها احنا ضربنا مثلا زمان عشان يعني نوضح والله المثل الاعلى قلنا مثلا النور احنا شايفين هون النور طاقة موجودة الى الان لا يعلمها الا الله انما نعرف ازاي تيجي ونولد ونيجي انما هي ايه مرضو ما اعرفهاش الى الان وبعدين نحط اللمبه الازاز دي تقول يجي النور تشيل اللمبه الازاز ما يجيش النور هي اللمبه الازاز فيها النور لا اللمبه الان نور في السيلك والعملية الموتورية دي تي لكن ما يظهرش الا في مين الا في اللمبه ان جبت حاجة وكسرت اللمبه يروح النور اهي كسرت اللمبه دي هي قتلت الانسان خلاص طيب لكن النور في قلب الا السيلي النور ده ما يظهرش الا في بنية من الازازش بشكل خاص مفرغة الهواء ولا كذلك الروح ما تسكنش الا جسم المواصفات بتاعت السليمة فاذا اختلت المواصفات الروح تطلع لكن الموت بقى بيعمل ايه الروح تطلع اولا وبدلا تختلل ايه تختلل المواصفات الزبح برضو ازهاقه روح بس بامر من الحق اما ان يكون بقى بالمحمله القصاص او قتالهم في معركة او او زبح حيوان احلى الله الله يبقى فيه ازهاقات الروح كام ايمانت قتل زبح يقولوا بقى عبا اللي موته اللي اتلوا ربه يقولوا ما اتلوه وما اعملش فيه حاجة احنا دبحنا احنا دبحنا ودبحنا بأمر ماذا؟ بأمر الحق ولما عرفنا بعدين عيلة الزبح الناس اللي كانوا بيجدلوا فيه ويخنقوا دلوقتي عادوا بيعملوا ضروري الزبح لان الزبح لان الزبح انا بريق دم بادمح كنا عشان اريق دم طب وايه الدم؟ قالك لان الدم لهم مجرين وقا وريدها وشرايين كده؟ الدم لما بيتخذ الخلاصة قبل ما يمر على الرئة قبل ما يمر على الكلية فيه ايه؟ اشياء ضر وسمة كتير يقوم ويمر على الحاجات دي عشان ايه؟ يغربيله الدم ويبقى صالح لإدارة طاقة الحياة فلما انت تموت يبقى الدم الفاسد موجود فيه؟ موجود فيه نقوم نعمل دي عشان الدم الفاسد وان كان بينزل وايه دم صالح انما بينزل الدم المين؟ بالدم الايه؟ الفاسد هذه المسألة في الامان كل مسلمين يحملوا منهجا من مناهج رسول الله ومن مناهج النبيين حريصا على ان المنهج يسود كلام على الأول لكن الشيطان برضو مش زي ما سابش الرسول اللي هو الأم مش هيسيبه الزكوان اوعى تفكر انه انتهت بموت النبي ولا يزال الذين كفروا في مريات منه حتى تأتيهم الساعة يبقى برضو القاء الشيطان هيظل مع مين؟ مع المؤمنين يبقى برضو الشيطان حيلقي في أمنية كل مؤمن عراقيل بس المؤمن الصحي ايه؟ يتعدى هذه الايه؟ هذه العراقيل والعقبات يبقى ايزا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الزخروف القول ولو شاء ربك ما فعلوا فزرهم خليهم على جن وماتوا انه ربنا عادهم بالايه؟ ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون ايه؟ بالاخرى وبعدين حيقول ولما تصغى اليه يرضوه يبقوا يحبوه يعني كده وبعدين يعملوا ايه؟ ويعملوا على ايه؟ على مقتضاء ولذلك تصغى وليرضوه وليقترفوا ما هم ايه؟ مقترفون ولا يزال الذين كفروا في مرية اي في شك من هذا ولذلك قلنا ان اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفون من الله بان يكونوا امتدادا لرسالة رسول الله لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا مش كده؟ شهداء انكم بلغتم كما كان الرسول شهيدا عليكم يبقى دي امتداد ولا لا يبقى كل واحد مننا كأنه مبعوث من الله من امن برسالة محمد كأنه مبعوث من الله كما شاهد رسول الله عليه انه ابلغه هو يشهد انه ابلغ من بعض رسول الله يبقى لازم يشهد تلاحظ ان manufacturers أن الحق والاية كتلا مرتين لكون الرسول شهيدا عليكم خلي06 لكن نفتح شهداء الرسول هو الذي شهد عليكم حتى تصبحوا شهداء على الناس ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أحملنا هذه الرسالة ألبأ مدام أنتم حملتم امتداز رسالة الرسول يبقوا لازم حتى تعرضوا لما تعرض له الرسول استهزاء وإيزاء وإلقاء في أمنياتكم لكن إحنا زي ما ربنا قالوا فانسخوا الله ما يلقي الشيطان إن صمدتم ربنا ينسخ ما يلقي ولذلك الآية دي بتقول أنه هيظل الإسلام إلى أن تقوم الساعة يوجد فيه ناس يعملوا إيه؟ يقعدوا بقى يشككوا بقى في الإسلام أولا برضو موجود إلى الآن نعم يشككوا في الإيه؟ الملحدين يشككوا في وجود الله يقول لك الطبيعة والتي خلقت كل شيء حتى يتسرب إليهم هذا الاعتقاد فيما يكتبون من قضايا العلم التجريبي يقول لك والحيوان دهو البيئة أمدته بلون علشان يتنساجب مع البيئة الطبيعة أمدته برضو إيه الحققت حتى في العلم التجريبي ما أبعدوش العلم التجريبي عن الإيه؟ عن الحكاية دي يقول لك ده النبات بيتغذى بخصية إيه؟ الانتخاب إيه يا أخويا خصية الانتخاب؟ يعني إيه خصية الانتخاب؟ أم قال لك يا أخي إحنا بنزرع الشجرة الحلوة والشجرة المرة والشجرة الحرة والشجرة الحرفة والشجرة الحرفة والشجرة مش عارب إيه؟ ويسقى بماء الواحد ونفضله بعضها الشعيرات بتاع الجزور واحدة خلاص؟ وبتمتص الأشياء المزابة في الأرض تقدر تقول لي بقى مين؟ الدلد الحريفة والدلد المرارة والدلد الألأ يقول لك ده خصية إيه؟ الانتخاب انتخاب إيه؟ هذا الانتخاب يقتضي أن المنتخب له إرادة يختار بها وهل الجزور لها؟ ماذا الذي جعل للجزور إرادة؟ لكي تأخذ ذلك؟ مين اللي عمل لها دي؟ يبقى برضه عملين بيشيكوا يبقى دي في الإيه؟ ولذلك احنا قلنا لهم مرة لكي نرد عليهم هذا الكلام لما تعرضنا عليه اللي هو في برانسا رضية الانتخاب والمشعارة والآوان المستطرقة والكلام بقى دي قلنا لهم طيب أنا عايز أجيب إنامة وضع فيه جملة عناصر عناصر حلوة وعناصر مرة وعناصر حريفة وعناصر عادية وعناصر حمضية وعناصر قلوية ونضع الأنابيب الشعرية اللي انتو بتقولوا بأن نبات يتغذى بخاصية الأنابيب الشعرية ونضع الأنابيب الشعرية الأنابيب الشعرية يعني التجويف الواسع كما يتغذر بشعر المسورة ما هي الشعرية دي استوانة الشعر بتاعتنا دي ايه؟ شوف قوة الخالق قال الشعرية دي استوانة ولها قطر فاضي مش عارف إيه؟ زي المسورة بس بوسها كذا وبوسها كذا وبوسها كذا شوف دي بوست كان بقى ما تجيش ببوسها دي ما تجيش ببوسة؟ أبد ولذلك لما تقص شعرك لما تقص الحتة اللي ينقص فيها شعرك كتير تلتفت تلاقي الشي بيعجل لها أول ما يجي الشي بيجي من هنا لأنه للمقصة أمل إيه طيب وإيه يعني المقصة أم قال لك لأنه لما يخرج من الشعرة بعض الأدران يسدي فم الشعرة من فوق خلاص يقوم لما تحط كلونيا ولا تحط صابون ما ينزلش في المثورة لأن دي لما تنزل تحرق البواجصلة الملونة للشعر أكن الشعرة دي إيه استوان مصورة أم قال هات أنابيب شعرية يعني زي الشعرة حتى جابوا للصلاح بتاعها هو خدوا الأنابيب الشعرية من إيه من الشعرة وحط الأنابيب الشعرية في قلب الحود صحيح ستجد إن الماء المذاب فيه الأشياء دي ارتفع عن مستوى السطح مع أن الماء استطراك ما يرتفعش أبدا إيه اللي خلاه يرتفع الضغط على سطح الماء الجوي كاللي دي إيه تطلع طب ولم تكون القسطوانة واسعى أم قالك لا القسطوانة واسعى الضغط يطلع على الاثنين ما ينطلعش وإلى اللقاء آخرى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اشتركوا في القناة